أهلا بحضراتكم من جديد في الحقيقة على مدار اليومين اللي فاتوا احنا كنا أجازة طبعا البرنامج لكن في حدث هو الأبرز والحد دلوقتي الناس تتكلم فيه وأعتقد حيستمر الحديث عن الجزئية دي لحد انتهاء مبراطي منتخب مصر مع ليبيا ان شاء الله بإذن الله تعالى على خير بفوز وتفوق منتخبنا يارب يكونوا موفقين جهاز فني والعيبة ويفرحون بإذن الله تعالى لكن الكلام على ايه؟ الكلام على مفاجأة مدوية باستبعاد أفشا وشريف ممكن تقول ليه عم خلاص موضوع بقلوه 48 ساعة ولا حاجة الإعلان عن القايمة وكلام بين ده خلاص موضوع مات لا 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 ما ماتش وهي القصة مش خناقة أو القصة مش دفاع مطلق عن اتنين لعيبة مهمين من أبرز اللاعبين في الدوري المصري إن لم يكن أبرزهم هما هما الاتنين يعني لما تيجي كده تفكر إيه هي الأسباب اللي تؤدي لإستبعاد محمد شريف وقفشا حاول تختلق أي سبب إنت كده بينك وبين نفسك حاول تفكر في أي سبب كده وإنت قاعد تشرب كبات شاي قاعد تعمل أي حاجة يقول ليه الرجل ده استبعت شريفه أفشا إيه السبب يعني هل هما مستواهم وحش لا طب هل هما مثلا الموسم اللي فات اللي خلص مع الأهلي ما كانوش قد كده مستواهم فيه اهتزاز شوية شوية فوق شوية لا طب هل هما مش مؤسرين مع فرقيتهم لا بصراحة مؤسرين مؤسرين جدا جدا يعني طب هل هما في المباريات الأفريقية بيباليهم دورة لا بصراحة ليهم دور فأنا مش لقى أي سبب وأي مبرر لاستبعاد أفشا وشريف من المنتخب الوطني المصري أيا كان هي وجهة نظر فنية طبعا لأن الناس راحت لك ناحية ناحية الكياسات البدنية وناحية الهما يعني مجهدين وكلام من الكلام ده مش حقيقي خالص يعني هما الاثنين اللي عيبوا فجقوا وهم بعد المبارات تاعة اللي بيريا ده محمد شريف حتى في مطش اللي بيريا جاي بجنين أفشا ما نزل عمل شغل كويس فكان في دهشة جدا كبيرة عند العيبة زي ما هي الدهشة بشكل كبير جدا عند كل جماهير مصرية ده مختلف انتماءة لكن في وجهة نظر أو من خلال يعني إراية المشهد السبب الرئيسي للإستبعاد الاتنين دول هي شخصية المدرب البرتغالي بمعنى إيه لما تيجي كده ترجع تشوف المدربين البرتغاليين لما بيمسكوا في أي حط لازم بيعملوا مشكلة في البداية مش مشكلة لازم يقولك لأ خلي بالك أنا هنا حتى لو أنا جاي بقليه 3-4-5 تيام فمين يا ابني أحسن اتنين هنا لعيبة في مصر أفشا والشريف يا كابتن هما أفشا والشريف طب يا السبع دهم لي كده يقولك إيه أنا أقول يا جماعة لا مش دياء السيد مش كابتن دياء السيد ولا كابتن محمد شوق اللي بيختاره ولا أي حد أنا اللي بختار بدليله هو استبعت لك إيه من أحرف وأهم اللعيبة في مصر وعشان أوجه رسالة لكل اللعيبة هي سياسة بالمناسبة يعني يا رب يكون موفق فيها ما عنديش أي مشكلة أنا يهمني بصراحة كواحد مصري يهمني منتخب بلدي يوصل كاس العالم يهمني أن أنا أي طول كاس العالم أشوف مصر بتلعب مع عطش سنين كتير جدا ما شوفش مصر في البطولة ده لي يهمني يعني يهمنيش مين يبقى موجود ومين ما ببقاش موجود لكن في نفس الوقت في حاجات غير منطقية لازم نعلق عليها بصراحة زي موضوع أفشا وشريف فعشان أوجه رسالة للناس يا جماعة لأ أنا لها رؤية معينة بتاع في الأول كده استبعدهم وبعاكيها حبقى جاوب بالدليل أنهم أعلن قايمة كاس العرب بشكل مباكر جدا برضو ما عرفش ليه خالص فيهم أفشا وشريف موجودين ده أكبر دليل أنه هو عايز يعمل بس إيه يلفت الانتباه شوية لا أنا اللي بختار أنا اللي بعمل ألم اللي بساوي يا رب يوفقه ويكرمه ويكسب ليبيا رايح جاي يا رب بإذن الله ومندعمينه ومساندينه وكل حاجة وكل حاجة بس هل مش كان من الأفضل الناس رؤيتهم من فانية ما عنديش مشكلة بس احنا برضو لنا حق نتكلم يعني كجمهور كمحبيين لمنتخب الوطني المصري يعني هل ما كانش من الأفضل انشريفه أفشا حتى يبقوا ورقتين رابحتين معاك عالدكة اتنين معاك عالدكة يا أخي ممكن كان ممكن في أي ظرف من الظروف لقدر الله تحصل هتلجأ لأفشا واحد رجله في الملعب مستوى ما شاء الله شريف واحد هداف ممكن يخطف لك من نص فرصة زي في ماتشي ليبريا جاب جنين من انت مركزه الكويس فخليهم حق دكة قوية معايا ما بقولش الناس العناصر موجودة في المنتخب قلقين لأ طبعا كلهم جامدين جدا حتى باللي تم استدعاهم لكن كان من الأفضل انه خلي اتنين زي دول كده معايا أنا مش عايز ألعبوا بس انتوا معايا عالدكة ممكن ألجأ لكوا في أي وقت مفيش أي سوا خالص يخليها خرجهم برق قايمة خالص يعني أصلا هيحصل أي يعني هل هم سيئين لدرجة لدرجة ان انت مطش مثلا التاني مش هتحتاجهم مطش التاني مش هتحتاجهم انت ضامن الظروف ماشية ازاي ضامن الأمور هتعماش ازاي فأنا غريب بالنسبة لي الموقف ده في الحقيقة لكن لما تجي تتكلم على السعيد الآخر هو بيتعلق بالنادي الأهلي ودايما المصلحة الأهم بتبقى منتخب مصر ودايما الأهلي بيبقى سعيد لما يكون بيمد منتخب مصر باللعيبة وأكبر كم من اللعيبة دي حاجة احنا متأكدين منها لكن ما هتيجي بقى بصة على مصلحة الاتنين اللعيبة فهم محتاجين يريحوا شوية فيه اجهاد ملحوظ جدا برضو ده من السبب انك يتم استبعدهم من المنتخب خالص فممكن تقدر لسه فيه فترة حد ماتش ليبيا ماتش الأولاني يوم الجمعة والأهلي كان ريحهم قبل انضمامهم للمعسكر كنت تقدر انت تتعامل معهم ببرنامج معين ان انت تعملهم عملية استشفاء يكونوا جاهزين بنسبة 100% لكن على صعيد النادي الأهلي فانت كده كده ريحت اثنين لعيبة مهمين للأهلي وبرضو المنتخب مصر مصر ما فيه ناس تطلع تقولك أصل هو مش هيحتاج لعيب رقم 10 أصل هو مش عارف ايه طب ما هو اخد عبدالله السعيد لعيب كويس طبعا عبدالله السعيد لكن في نفس الوقت افرد لقدر الله عبدالله هحصل له حاجة فيه بديل لكده في المنتخب أفشا مقود كان كنت تسيبه معك ورقة شريف هداف كنت تسيبه معك ورقة ورقة فزي ما أقول لحركه هي ايه هي حتة كده من كيروش لما تيجي بقى تستعيد الحاجات اللي زي كده يعني مثلا لو تفتكروا مستر مانو الجوزي المدير الفاني العظيم المدرب العظيم اللي كلنا بنعشقه يعني مش بنحبه بس جي فترة كده أحمد حسن كابتن منتخب مصر كان خلاص عقده قرى بيخلص فاجه مهور في استاذ القرار أنا فاكر كويس قوي عقده يناده على أحمد حسن وعايزين نجدد له جوزي لأ كده قال لك لأنا مش عايزه يعني مش عايزه بس جوزي لما كان بياخد قرار كان بينجح بعد كده يعني فيش ما تقدرش تلومه بس أنا في رأي إن لو لقدر الله ربنا يستر يا رب ربنا يستر يا رب بإذن الله لو لقدر الله مصر تعرضت لإخفاقه في المباريتين فالراجل فتح على نفسه النار وسلم نفسه للجمهور وللنقاد في الحقيقة حيبقى السبب إيه أجل إنت إزاي تستبعد أفشا وشريف أنا أعتقد أنه خانه الذكاء في الحتة دي يا رب ما لمصالش للمرحلة دي يا رب منتخبنا يكسر يا رب مش عايزين أي لعيب خالص مش فارق معنا مين من الأهلي مين من هنا مين من الأهلي كده كده موجود ست لعيبة موجودين يعني في المنتخب مصر مش هي دي الكس المصلحة العامة الأهم منتخبنا الأهم حتى لو تلعب بالمنتخب كل محترفين يسيين فيش مشكلة بس ما أسلمش نفسي للناس يعني بسبب واضح زي ده ممكن يأثر علي في مطشن المنتخب فأتمنى له يا رب كل توفيق اختيار كان جيد جدا طبعا اتحاد الكورونا هم يجيبوا كارلوس كيروش مدارب برتغالي كبير وشهير وإنجازات عظيمة جدا يا رب هو أجهزوا معاو أن يكونوا موفقين في هذه المرحلة الهامة جدا والصعب شكرا